محمد عيل البغديري يبدو انه مازال يثير في الجلل تعرفوا لجنة الانتخابات في الجامعة التونسية كانت خرجة الديسيزيون متاحها بخصوص عدم قبول قائمة محمد عيل البغديري بعض مماطلة كبيرة وبعض خلينا نقولوا ماشي وجايد نجمه نقولوا كان الوراق مش ناقصة وكمال الوراقة هذي هاو تجيب يجيب يشهد المعادلة تديعيات وصلت حتى وزارة التعليم العالي لذا الى حد الان قائمة محمد عيل البغديري لم تقدمت بالاستئناف بخصوص الديسيزيون متاحة على الهيئة الانتخابات بو حاجة ما يشلو حاجة مش معقولة مش لولو مش لوجيك برشا على ذلك حبينا نثبت ومن اسباب عدم تقدم قائمة محمد عيل البغديري في الحقيقة اعضاء القائمة اغلبهم رفضوا يدخلوا معنا في الموضوع هذا محمد عيل البغديري تليفونه خارج متحسنش عليه خارج نتاق الخدمة لكن بعض اعضاء القائمة نحن نتحفظوا على الذكر اسميهم مؤفدونا بمعلومات يمكن خليق احنا سميناها وصفناها انها اختيرة شوية عاقفدونا انه فما مصدر رفع مستوية في الدولة هدوهم بشي يخفوا غادي معنا ما يكملوش العمل اللي بتاعهم ما يكملوش الحقوق متاعهم ما يكملوش يستأنفوا اه الديسيزيون بتاعهم لو انه حط له كانت تقاموا بالاستنافة انه اه الديسيزيون كان معروف شنو لكن منعهم حتى بشي يكملوا حقهم في التقاضي هذا ما افادنا بيها مصدر من اه من اعضاء القائمة واكد كيف كيف انه يرفض تدخل خاطر وصلت لحكاية حتى وصلت تهديدات ليهم هما اه اكدوا لهم انه اذا كان بشي يقدم محمد علي البغديري فانه بشي يظهر في برشة حاجات سألتوا المصدر نفسه هل اه متعلقة للتهديدات هذي بالتدليس بشبهة التدليس خلينا نقوله بشبهة الوثيقة اللي تقدموا بها اعضاء القائمة حاول شهاية معادلة البكالوريا للسيد محمد علي البغديري لكن اكدوا انه ما عنده علاقة ما عنداش علاقة بالباتاتا بالشهادة هذي لكن اكدوا انه في مصدر رفيع المستوى في الدولة اه بلغهم تهديد انهم سي كانوا تحلوا بالشجاعة كانوا اه اقدموا على المهمة هذي كانوا اه وصلوا انه قدام حبائي الناد الافريقي وصلوا انهم قدموا المعطيات مطاعهم ووصلوا قدموا ترشحهم في حين برشة من اكبرات الناد الافريقي كانوا بعد ومحابوشي قدموا ترشح مطاعهم اه طلبوا منهم انه ما يكتفيوا بالحد هذا وما يكملوش الراحل متاحهم وراحل الدفاع عن حقوقهم. اهذا ما افادنا به كما قلت مصدر من قائمة محمد الهي البغدية كان ارفض اه بذكر اسم ورفض حتى انه بش يدخل معنا باعتبار انه اه التهديدات كما قلت اه وصلت للمستوى كبير ببارشة وطالبوا منهم حتى اه يقفوا في الحد هذو ما يكملوش تعنم متاحهم في القرآن متاع لجنة الانتخابات وإلا بش اه يضروا بفي بش حاجات خاصة بحياتهم. ما حبش وردى يعطينا اكثر تفاصيل الفرص حتى بش يعطينا حتى الانتخابات الشكون اللي يهدد وإلا شكون الجهات اللي يهددوا على كل موضوع اختهر برشة يبدو انه قضية الانتخابات ورحمة الانتخابات الافريقاء مزال بش يشهد تطاورات تكبير برشة في الايام القادمة على كل. اه يبدو انه السيد عبد سلام اليونسي فما اه نيا انه يواصل في النادي ال optimismth phmae änو يواصل في النادي الافريقاء يكيد وفما على شعبات يحبه هو يكون موجود ويواصل في النادي الافريقي على كل موضوع باش نتابعوه كده في الحساس القادمة باش نشوفه ونحاوله نكشفه شكون الجهة ذي اللي تحاولت اه تهدد رئيسه ورئيس المرتقب كان في النادي الافريقي محمد الابغديري موزيكا ومواصلين في فيبلاي حتى الخمسة